تحدث عن ارتفاع نسبة التوطين مع ضيفنا في الاستوديو المستشار في الموارد البشرية الاستاذ عبدالعزيز المهباش اهلا بك استاذ عبدالعزيز مساء الخير اهلا بك اخوة احمد الله يدك العافية واشكر لك المقاطع اهلا بك في البداية خلينا نتحدث عن ارتفاع نسبة التوطين ماذا يدل هذا الارتفاع وكذلك ابرز المسببات في هذا الارتفاع اليوم احنا نتكلم عن فترة تعافية بعد الجائحة في تأكيد راح نشوف فيه ارتفاع أيضا اليوم شوف فيه كثير من مشاريع في الدولة دخلت حيز التنفيذ يمكن أقربه نتكلم عن موسم الرياض نتكلم عن جدة تاريخية والتقرير اللي صدر نتكلم عن مشاريع ضخمة فبالتأكيد هذا المشاريع كلها تحتاج إلى كوادر أخذت كثير من الكوادر خليني أقول السعودية سواء شباب ولا شابات وفعلا فيه تحسن في جودة الشباب والشابات السعودية عندنا فهذا اللي سبب الارتفاع فكأني أقول نحن الآن نرجع لفترة السابقة أو فترة التصحيح السابقة جميل ملاحظة نسبة التوظيف في الذكور أعلى من الإناث بما يقارب الضعف تفسير لها الاختلاف في النساء بالتأكيد اليوم نحن لما نتكلم عن الذكور أو نتكلم عن الرجال بصفة عامة الرجال من الممكن للرجال أن عندهم الرغبة أكثر من النساء في التوظيف أنا ما أتكلم هنا من ناحية تقليل من النساء لا أنا أتكلم من ناحية أن الرجل في كثير من الرجال قد يعمل في أي مجال أو في جميع المجالات بعكس النساء في مجالات معينة هي لا ترغب في العمل فيها وليس أنها مش مؤهلة للعمل فيها فهذا السبب بالتأكيد راح يكون من أهم الأسباب اللي خليك تسبب التفرقة هذه بالأرقام واحد اثنين كان فيه خليني أقول نسبة توظيف عالية جدا للنساء في الفترة السابقة اليوم النسبة هذه أخذوا كم كبير من النساء فصار فيه نصيب كويس للذكور جميل وزارة موارد البشرية كان عندها حزم من القرارات اللي فعالتها الوزارة وإيضا من الملاحظة أنها ستضيف أيضا بعض القرارات لاحقا هل هذا الأمر سيؤدي لرفع النسب مستقبلا؟ بالتأكيد وهذا أهم دور للوزارة اليوم ملف التوطين تهتم فيه جميع الوزارات أو جميع المنظمات بصفة عامة فهو دور تكاملي ما بين الوزارة وما بين الجهات المنظمات بصفة عامة نتكلم عن سواء قطاع خاص ولا قطاع عام بل احنا اليوم نشوف تقريبا فيه منافسة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص على الكوادر السعوديين فهذا أهم دور من أدوار الوزارة المفروض تقوم فيه فإذا ما نجحت في هذا الملف فهي خلينا نتكلم أنه لن يكون لوجودها هدف صراحة لكن الأرقام تثبت العكس وتثبت نجاح هذا الموضوع جميل دور القطاع الخاص كيف تشوف دورة فيها المسألة في رفع نسبة التوطين؟ هل هي الوزارة محفزة لها أم أن هناك مبادرات من القطاع الخاص؟ أنا زي ما ذكرت لك أخو أحمد هو دور تكاملي ما بين الوزارة وما بين القطاع فمنطقيا لو ما في شركات لم تخلق الوزارة ولو ما في وزارة لن تنظم هذه الشركات ولن ينجح مشغول نسبة التوطين للسعودين هل ضغط الوزارة هو ما أدى إلى ارتفاعها أم أنه مبادرة من هذه المؤسسات الخاصة لإعتبارات أخرى؟ لا بالتأكيد طبيعي ضغط الوزارة أكيد أنه هو من الأسباب لكن أيضا أنا توني ذكرت لك أخو أحمد أنه جودة اليوم أو كفاءات السعودية من شباب وشابات للأمانة اختلفت كثيراً عن السابق وصار في رغبة من الجميع بالعمل في جهة شتى المجالات اليوم أنت تدخل مثلاً خليني أتكلم أنا ليش أركز على الموسم لأنه توبادي فلما تدخل يوم موسم ريال مجموعة شباب كلهم تشوفهم سعوديين في التنظيم طيب إحنا من متى عندنا تنظيم يعني هذا يخلينا أتكلم مظيفة جديدة على الشباب لكن ما شاء الله مبدعين فيها جميل لو ذكرنا أيضاً عند الحديث عن القطاع الخاص نشوف أنه الشركات العائلية ارتفاع نسب الاستقالة فيها مثلاً بحسب تقارير أولي النصف الثاني من هذا العام صحيح هل هذا بسبب هروب موظفين من بعض الشركات للشركات مثلاً والمنظمات الحكومية والشباح حكومية؟ صحيح هذا سبب لكنه سبب بسيط المشكلة في بعض الشركات العائلية وأنا أتكلم عنها البعض المشكلة في بعض الشركات العائلية أنها خلينا أقول إدارة عندهم في التوارث فاليوم مش شرط أنك أنت صاحب المنشأة وصاحب المكان فأنت مهيئ أو كفو أنك تدير هذه المنشأة يعني مش معناه أنه اليوم خلينا أقول ابنك على سبيل المثال أنت صاحب عمل وعندك ولد اليوم بتمسكه خلينا أقول إدارة هذه الشركة إذا ما تدرج في هذه الشركة لن ينجح يعني مثلاً اليوم لما ابنك يجي تسأل تقول له what's your name? يقولت my name كذا هذا مش معناه أنه عارف اللغة الإنجليزية لما تيجي تسأل ابنك مثلاً عن نقطة معينة أو تشوف في شخص يمدح فيه ابنك قد يمدح مجاملة لك لكن على الواقع أنت قاعد تجامل على حساب بزنسك هذا يسبب لك اليوم أنه في أزمة ما بين كل الموظفين أو أغلب الموظفين في الشركات العائلية يعانون من هذا الفكر لأنه اليوم هو معتقد أنه صح لو كان خطأ وهذا خطأ فالمفروض اليوم الشركات العائلة إذا حبت أن تتوجه إلى الحوكمة وهذا إن شاء الله أغلب الشركات سيتوجهون لهذا الموضوع إذا توجهت إلى الحوكمة سترتاح تقريباً كثير من الشركات من فكر الموظفين أو فكر بعض الملاك الغير ماجح جميل لو عدنا إلى نسب التوطين وارتفاعها أبرز المسببات التي تتوقعنا حد تضيف أو تزيد في نسبة التوطين خلال الأربعة القادمة أو خلال الشهور القادمة اليوم بالتأكيد فيه وظائف كثيرة رح برضو يتمسع ودتها في بعض القرارات ما دخلت حيز التنفيذ مثلاً من الوزارة قرارتها رح تدخل بعد أشهر قادمة إن شاء الله أيضاً كلمة اليوم لا زلنا لا نستطيع أن نقول نحن تعافينا تماماً من الجائحة لا زلنا دعني فيه شوائب بسيطة لا زالت فيه هذه الموضوع إذا فتح هذا الموضوع بالتأكيد رح تزيد الأعداد وشكراً جميل خلني أختم معك نقطة مهمة أنت ذكرتها أكثر مرة في حديثك وهي الشباب السعودي وقدرتهم على التكيف مع كثير من الوظائف والمعديثة كمختص في الموارد البشرية كيف تنظر وتقيم هذا العمل وسرعة تكيف الشباب السعودي في العمل في كثير من الوظائف بتأكيد هذا أولاً يثبت لك جودة الشباب يعني هذه تلغي لك الجمل السابقة اللي كان يقول والله فيه بعض السعودي ومش حق العمل لا 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 للأمانة يعني الشباب السعودي اليوم عنده نهم للعمل ومتعطش كثير منهم متعطشين لدخول سوق العمل بل كثير منهم هو مستطيع أن يسوي بيزنس لكنه يدخل هذا المجال لأنه يبغي يشوف كواليسه وبعدين يعملوا بيزنس فأنت تتكلم عن ما شاء الله تبارك الله نملك كواليس والله يبدو مجاملة وليس لأني أنا أنتمي إلى هذا الوطن أنا أتكلم فعلاً حتى مديح خارجي لهذه الفئة من الشباب أنا سمعته بذل جمي أشكرك المختص أو المستشار في الموارد البشري لأستاذ عبد العزيز المهباش شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكرا للمشاهدة